بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي إذن رجعنا لكم بفقرات دنيا ودنيا ويسعد صباحكم مرة تانية هلأ رح نحكي مع دكتور خالد عبدات لحتى نحكي أكتر عن جراحة الفم والأسنان والتقويم أهلاً وصهلاً دكتور أهلاً وسهلاً فيك صباح الورد أهلاً وسهلاً فيك كيف الأخبار منوري دنيا دنيا الله يخليك تسلم الله يخليك دكتور اليوم رح نحكي عن إيش هو التقويم العمر المناسب للتقويم كل هذا الحكي وإحنا صرنا نعرف مؤخراً أنه الأشخاص صارت كتير تهتم بأسنانها كتير تهتم أنه دائماً يكون في عندهم الهولويد سمايل أو يكون عندهم الأسنان الحلوة المنصقة فخلينا نحكي بالبداية إذا الشخص بدي يفكر بتقويم ما هو العمر المناسب لحتى يبدأ بالواحد يفكر أنه ممكن يخلي ابنه أو بنته يلبسه هلا إحنا هاي حلقة رح تكون تاريفية أو مبدئية عن تقويم الأسنان رح بعدين بالحلقات الجاي نحكي عن كل بارت من تقويم الأسنان بديتيلز أكتر لأنه الناس عندها بتطلب كتير معلومات دائماً عن التقويم وعادة تكون المعلومات الموجودة كتير يليلة فبنا نعطيهم معلومات أكتر المرة هاي تمام هلا إحنا الكل بيعرف أنه تقويم الأسنان هو علم من علوم طب الأسنان اللي بتعمل بتحرك السن لما كانه المناسب أو بتحاول تتعي تشتغل على عظم الفك بحيث يرجع لمكانه المناسب بدون يكون عندي بروزة فداماً إحنا بنحكي العمر المناسب لتقويم الأسنان ببلش بنحكي للأهل بين 7 و 9 سنوات لازم للطفل يزور طبيب التقويم كزيارة أولى مشان نحدد إنه ده في عنده مشكلة وظيفية بنفس العظم عنده بروز بالفك العلوي عنده بروز بعظام الفك السفلي ساعته بنقدر نتحكي نعمل نركب أجهزة أو أجهزة وظيفية بحيث أساعد هذا المريض ما يحتاج عمليات بس يكبر وما يعمل له تقويم بس يكبر تمام هلأ في حال تعدين هاي المرحلة ما كان عنا موشكلة وظيفية بنحكي عن تقويم الأسنان الطبيعي ببلش على عمر 12 بعد ما نخلص تبديل جميع الأسنان اللبنية تمام تمام يعني عمر 12 هو العمر المناسب لحتى الواحد تقويم الثابت بالزبط التقويم الثابت ولكن قبل هيك يجب أن يكون في هناك زيارات لطبيب الأسنان يعني الأهل هون إحنا بنحكي للأهل إنه ما يتأخروا لأنه ممكن الأمور ربما تعالج بشكل مبكر وما تاخد وقت كثير كثير وما نحتاج بعديها عمليات جراحية مشان أعدل الأطباق آها تمام يعني بتقينا من علاجات كثير طويلة في حال أنا وديت إبني على السبعة أو تسع سنوات بس زار تقويم الأسنان طبيب التقويم بس كزيارة مبدئية تمام طويلة متعبة مكلفة لا هلأ زيارة طبيب التقويم لا رح يشتغل شيء إلا إذا كان في مشكلة لعنا على العظام لأنه تكون لسا في مرحلة النمو فبالتالي أنا لما أشتغل وحط عليها أبلينسز أو أجهزة بحيث أتحكم ببروز الفك أنا بشتغل على العظام هذا الابشين بينتهي عند انتهاء عند مرحلة البلوب بيبلش بصير عندي أنا ما في عندي نمو للعظام الفك فعند الصبايا خلني حكي على عشر سنوات والذكور على اتنعشر سنة تمام بيخلص عمر النمو عنده في الفك تمام وهون مندخل بالتقويم فبنا نعرف أكتر إيش هم أنواع التقويم الموجود هلا أنواع تقويم الأسنان إحنا حكينا هم من ناحية إما في وظيفة أو جمالي الوظيفة بيبين عنها على السبعة تسع سنوات الجمالي بعد سنة 12 لما أخلص أنا جميع الأسنان اللبنية تمام ما إلو عمر يعني ممكن على الستينة تركب تقويم لكن بتصير المدة أطول لأنه العظام صارت أصلب تمام أفضل عمر لعلاج التقويم اللي هو قبل الثمنتاش بين 12 والثمنتاش سيكون عندي العظم الطريب تمام هلا حكينا في عنا أجهزة وظيفية وفي عنا أجهزة اللي هي ربنا متعارف عليها الأجهزة الثابتة الأجهزة الثابتة اللي هي بتكون بهذا الشكل اللي بتركب عندي خرزات ستينلس ستيل اللي بتركب على الأسنان بشكل طبيعي كيف الخرزات اللي هنا إحنا بنعرفهم عادة هن بكونوا هم المعدن هاد نعم هذا المعدن اللي هو عملياً المتعارف عليها الستينلس ستيل أها هاي بالزبط الستينلس ستيل ولكن فيك أيضاً شفاف منهم بالزبط بالزبط هلا في عنا إحنا حكينا اللي هم الخرز اللي بنعرفه العادي اللي هو بيجي المعدن برضو في منه هذا المعدن في منه شفاف تمام هلا بهذول الجهازين أنا ممكن أضطر لخلع بعض الأسنان بحيث أنا أكسب مسافة بحيث عشان أرجع فيها الأسنان في حالات الإزدحان تمام بالمقابل في بعض الأجهز اللي هم سموهم سيلف لايجيشن اللي هم موجودين على الجهة الثانية أها اللي بيجي هذا النظام منه نظام الديم والنظام الأمريكي هذا ما في خلع أها وأسرع فكلما تطورت طب التقويم الأسنان الطب التقويم بنقلل كمية الفورس اللي بنعطيها على السن بحيث أخذ علاج أسرع بدون عملية خلع وأحافظ على شكل الأسنان النهائي بشكل ممتاز ممتاز فحكينا اللي هو العادي في عندي منه شفاف في عندي عندي سيلف لايجيشن اللي هو ديمون وفي عندي كمان اللي هو الإنفيزالاين اللي بيجي عبارة عن قوالب شفافة واللي هدول أظن بلبسوهم بالليل لا هذا الريتينر لكن في حالات تقويم تعالج بالإنفيزالاين أو بالأجهزة الشفافة المتحركة زي هاي هاي بنعطي المريض إحنا قوالب بيستخدمها كل أسبوعين بيلبس قالب تمام بتساعدنا في حالات كثيرة لكن مش في الحالات الصعبة يعني ما المريض اللي عنده مشكلة مثلا بيشتغل ما بدوا يحط خرزات ممكن هاي الحل هذا يكون كثير مناسب لللي بيشتغلوا للإعلاميين اللي ما حاب بيحط تقويم بحيث ما يبين عنده الخرز لأن الناس عنا صارت لما تكبر بيقول لك أنا أحط تقويم بهالعمر فبالتالي مش حيلو الفم فمستخدم الأجهزة الشفافة تمام يعني الأجهزة المستخدمة بتقويم الأسنان إذا بدنا نحكي عنهم هيك بسريعا أو نحطهم بوينتس شو هني الأجهزة المستخدمة حكينا البحر العادلية نعرفه ستينلستيل و ستينلستيل و ستينلستيل سيراميك اللي هو الشفاف والدايمون أو السلف لائيشن اللي بيحي منه الدايمون والإنفزالين الشفاف تمام وهذين من قد نستخدمهم بكل الأعمار ما فيه شيء عمر معين ولكن بعد سنة اثناش بعد سنة اثناش بعد سنة اثناش لجميع الأعمار لجميع الأعمار ولكن فيه أحشياء مستحبة أكتر أو حسب كل مريض كل حالة بتختلف في حالات لازم نستخدم لستينلس ستيل لانه بيعطيني فورس اكتر وبعطيني سرعة اكتر في حالات ما بالمريض رافض انه يخلاب بستخدم الهو سلف ليكيشن اللي هم الديمونز في مريض بيحكي لك انا ما بحب بشكل الخرز فبنضطر بالروح الانفيزالاين لكن في كل كل شيء الى وليميتيشن بالاخر تمام مش كل يعالج بكل شيء اكيد طيب شو ذي البدائل والحلول للتطويل البدائل والحلول هلا البدائل بيجيك ناس بيحكي لك انا عندي انا كل اسنان مرتبين ما عدا عندي سن واحد جاي في روتيشن او جاي مايل فدكتور يا دكتور حفل لي السن وعمل لي يا لبس لي هلا في ناس بيعتبرو هذا بديل لكن هذا بديل خاطئ يعني احنا بنحكي دائما الحالة اللي بتحتاج تقوميا من ناحية وظيفية والطبيب شافها وقرر انها بدها علاج وظيفة هي مائلها بديل لازم يجب ان تعالج وظيفية نعم تمام لكن التجميلي بيكون المريض اللي اختاروا يعني وظيفي الدكتور بيحكي التجميل للمريض بيقول انا والله مش عاجمني هذا السن انا بدي اعمل شيء تجميلي في هذا المكان بنطرح عليه جميع الحلول بيحكي لك انا ما بدي اقعد سنة اعمل تقويم انا بدي اشي يكون اسرع من هيك فاحيانا يطرح بعض الحالات اللي تتعدل ببعض التركيبات او بعض التلبيسات لكن احنا بيحكي دائما ما نحف السن مشان انا اعدل مكانه بالتقويم احيانا الحالة ممكن تاخد شهر ممكن شهرين ممكن تلت شهور الحالات البسيطة تكون محلولة وخالصة ما رح تحتاج فترات كتير طويلة والتعامل معها بيكون كتير اسهل تمام تمام يعني احنا كمان دائما نعرف انه هلأ في عم بتصير موضة اسنان يعني عم بيصير موضة لونسن عم بيصير موضة طول موضة شكل حتى موضة شكل وطول اسنان يعني هلأ الاسنان الامامية عم بيطولوها شوي يعني كل هذا الحكي قدي بتنصح دكتور بشكل عام انه الواحد لو ما عنده اشي كبير غلط باسنانه انه ما يلجأ لاي اشي وما يضطر انه يخرب اسنانه خلينا نحكي احنا دائما نحكي انه المينة طبع السن زي الذهب ما بينحف ما بينحك لانه هذا الحك ما بيرجع حتى لو حطيت عليه حشوات او عملت له شو ما كان ما رح يرجع فهون خسارة لمرة واحدة ما تتكرر فاحنا نحكي اذا كان المنظر مقبول بالنسبة التسعين بالمية حلو لو ضل فيه دفكت خفيف انه لما تطلع اه والله ما في شي كله ستاندرز لانه صفت الناس كلها نفس الابتسامة نفس الشكل نفس الرسمة فبضل الواحد متميز الاسنان كل سن كل اسنان بني آدم هي زي البصمة زي بصمة الاصبع اكيد تختلف من شخص لشخص اكيد دكتور خالد عبداج جراحة فمه واسنان شكرا جزيلا للك شكرا يعطيك العافية وسعى صباحك بايو سكان مركز الاشعة والتصوير الطبي اشتركوا في القناة